المدير التنفيذي لشركة Ripple لعملة XRP في أحد التصريحات يقول وش ممكن حيسوون كشركة في حال خسروا القضية ما بينهم وما بين الأس إسي فيترى وش راح يسوون تاب الفيديو الأخير حنتكلم عن الموضوع ذا وأيضاً زي مع أولتكم حنتكلم عن أخبار سوق العملات الرقمية بشكل سريع ومختصر وتذكروني أنا لست مستشار مالياً ولا إيش من هذا كلام لذلك أقرأوا صندوق الوصف تحت واختصوا الفيديو جمعة خير البيتكوين وصل إلى 20300 دولار واحتمال كبير ينزل أكثر وأكثر للي مؤمنين في البيتكوين مفروض يجهزون أوردرات الشراء في طريقة مثلاً المت أوردر عساس لو نزل إلى سعر معين يلقط لهم السعر وفي حال نزل إلى أقل وأقل المفروض أنه الواحد اللي عنده قدرة مالية وقدرة الشراء أنه يد يشتري بطريقة الـ DCA الـ Dollar Cost Average إلى الأسفل تمام قلنا ندخل في الخبار بشكل سريع أول خبره بخصوص اللعبة الشهيرة اللي موجودة على البلوكشين اللي هي اسمها Axie Infinity اللي تعرضت إلى عملية قرصنة قبل ثلاث شهور بقيمة 622 مليون دولار الآن تعود من جديد إلى الشبكة على شبكة الـ Ronan Bridge المرتبطة بشبكة الإثيريوم إن شاء الله أنهم هالمرة هذه ما يتعرضون للقرصنة وما تطير الدراهم حقتهم خبر لبعده بخصوص منصة crypto.com العالمية الشهيرة المعروفة الآن تزيل عملة الشيبا إينو والدوج كوين من جزئية الحصول على الإيرادات عندهم في المنصة وكذلك 15 عملة رقمية أخرى عندهم ورجعوا وأضافوا بالمقابل ثلاث عملات رقمية بديلة بحكم ظروف اللي صايرة في السوق ونزول الأسعار يعني حسبة داخلية أساس ما يخسرون الفلوس أكثر وأكثر رجعوا عملة الزيليكا وعملة النير وعملة الفانتم فوش فيه سبب معين خلاهم يشيلون الدوج كوين والشيبا إينو ما صرحوا بناء على الخبر الموجود غيري جنسلر الكوميشنر والمسؤول عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أحدى التصريحات له في مقابلة في قناة الـ CBNC يعني هو يتكلم يوم طر موضوع البيتكوين ذكر أنه البيتكوين هو ليس ضمانات هو ما هو سيكوريتي وما طر موضوع الإثيريوم ولا طر موضوع الـ XRP لأنه عارف أن القضية ما زالت ماشية ولا هو حاب يأثر عليها سلبا في حال صرح شيء يعود سلبا على القضية حركات التلاعب والمراوغة اللي سويها اللي احنا تعودنا عليها الآن مع الأسف اللي ما تخدم مجال لهم الاترقمية على طاري ريبل و XRP الآن الشريك المؤسس اللي اسمه جيد مكيليب سابقا اللي طلع من عندهم من الشركة في 2013 ولما طلع كافؤه وعطوه يعني كمية جدا كبيرة من عملة XRP واتفقوا معه على اتفاقية أنه لما يبيع العملات حقته عساس يحصل على الوصول حقته والإيرادات والفوائد ما يبيعها طقة وحدة عساس ما يأثر سلبا على سعر XRP فكانوا متفقين معه أنه يبيع كمية محددة كل فترة معينة الآن بناء على الخبر يقولون أنه الكمية الأخيرة المتبقية عنده وصلت إلى 96 مليون XRP ومفروض أنه يصرفها خلال 23 إلى 27 يوم ما ذكره وش ممكن يصير في حال ما باعها هل ممكن يحتفظ بها إلى فترات طويلة ولا لا أو أنها ممكن تنتهي وخلاص ينتهي التعاقد والملكية اللي أعطيت له بعد ما طلع من الشركة ما أنا أدري أكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات وأيضا بخصوص شركة ريبل عملة XRP المدير التنفيذي لها اللي هو اسمه براد جارلينغ هاوس اللي صراحة أنا أشوف أنه هيرو وإنسان بطل جدا في ظل كل الظروف ما زال يعني دائما يتكلم بشكل إيجابي وما زال داعس إلى الأمام في موضوع الشركات العالمية والبنوك العالمية اللي جاسين يسوونها شيئا فشيئا آخرها أنهم حيفتحون فرع أو يعني مكتب وحيوظفون تقريبا خمسين موظف في كندا من باب أنهم جاسين يتوسعون شيئا فشيئا في البلدان اللي ابتدت تدعم مجال العملات الرقمية طبعا التصريح حقه قال في حال لا قدر الله خسرت شركة روبل القضية بينهما بين الأس إي سي اللجنة الأوراق المالية حيتركون أمريكا حيطلعون من أمريكا حيطلعون من الهيدكورترز الموقع الرئيسي للإدارة حقتهم اللي موجودة في سان فرانسيسكو وممكن يتجهون إلى بلد آخر ما صرحوا وين يمكن أنا توقع شخصيا ممكن نروحون لكاندا بحكم القرب يعني ولكن ترى هم موقعين مع 200 شركة عالمية وأكثر من 200 أيضا بنك عالمي واتفاقات عالمية مع بلدان كثيرة فيقدرون هم نفسهم يختارون أي بلد يبغونوا ما عندهم أي إشكالية في الموضوع ولا حتكون لهم مشكلة كبيرة بالنسبة لهم بالعكس شي جدا سهل وبسيط بالنسبة لهم هذا كان فيديو أجماعة الخير بالنسبة ليوم الله عافيكم لا تنسوا ندعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات عساس تجيكم فيديوهات أول بأول شوكوا إن شاء الله فيديوهات قريبة سلام اشتركوا في القناة